بكرة ماتشي الأهلي والزمالك بكرة مباراة القمة طاقم تحكيم أسباني أستاذ القاهرة الساعة 7 مساء النادي الأهلي بفرقته دلواتي بعد التمرين على طول المعسكر في معسكر القمة بكل أجواء التركيز للقاء القمة بكل حسابات الفنية مستر كولر عمل كل الشغل وبيعمل كل شغله مختار كل العناصر المتاحة الجيدة المناسبة للمباراة كابتن خالد بيبو أيضا في الجزء الإداري والتهيئة الكاملة لللاعبين الكل في قمة تركيز لمباراة القمة والمباراة اللي هي أصلا مباراة جمهورية مهمة حتى لو كنا في نلعب مباراة ودية فما بالك وإن هي في إطار مسابقة ما عدش عند الأهل الترف التضحية بأي نقاط فيها أديكم شايفين دي لقطات من المراني الأخير النهاردة الكل في حالة التركيز جسام أبو علي رجع واتمرن وجاهز إن شاء الله تعالى لتعزيز هجوم الفريق محمد الشناو ومحمد عبد المنعم ومروان عطية اللي أراحهم كولر المباراة اللي فاتت بيشاركوا بقوة وجاهزين للمشاركة إن شاء الله بقية العناصر الكل اللي انتوا شايفينه الكل في حالة الاستعداد للقاء القمة ومستر كولر سواء محاضرات الفنية أو الفرجة على مباراة الزمالك أو تحليل أداء الزمالك الجهاز المعاون بتاعه أي كخلية عمل متكاملة الكل في قمة تركيزو للمشاركة في هذه المباراة اللي انتوا شايفين مران الأهل الأخير للاستعداد لها باشمونز